هرجع على المسألة حتى قلت لي أن كانت هناك الفتاوى والأفكار بتاعت ابن عطايمين وابن باز والتي تروج إلى تحريم كل شيء وما عاداه فهو بدعة لأنهم على جهل مطبق بعلم أصول الفقه وأنا أكرر لك ولمشاهدين المتسلفة لا يوجد عندهم لا فقه ولا علم ولا عقل بمعنى إيه؟ يعني ما يقول لك إيه؟ شيء لم يفعله الرسول ولا الصحابة يبقى بدعة طب هقول لك حاجة أولا الرسول لم يصل لصلاة الترويح طوال تسع سنين من منتشريع الصيام إلى وفاته لف جماعة ما عادة للتين أو تلات ليالي ولم يختم فيهم القرآن تعالى الآن للصلاة اللي بصلى في المسجد الحرام وبقى لدعاء القنوط والساجع وفوق الأرض وتحت الأرض والعياط والرسول ما فعلش هذا هل نعبد صلاة الترويح اللي بتؤدى في المسجد الحرام بيزيل كيفية وفيها ختم القرآن من المبتدعات هل إقامة مآزن في المسجد النبو والمسجد الحرام من المبتدعات هنقول إيه ولا إيه؟ هل المسباحة دي كآلة عد الزكر من المبتدعات يا سيدي ليس كل طرك تركه رسول الله سلم ولا الصحابة يعد نهيا ولا محرما وأنا أقول لهم ارجعوا إلى علم وأصول الفقه لكن أنا أقول عتاب المحبين طبعاً بدأ زي بدء مع كامل الاحترام للنظام السعودي الشقيق نفرق بين النظام السعودي الذي نكن له الاحترام وما بين الأفكار الدينية التي تسبب العنف الفكري من التكفير والعنف السلوكي من إراقة الدماء وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض بيحتفل أشقاءنا ونحن معهم باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية كويس هذا مصلح مرسل طبعاً ده ليست حرام الأشيخ هناك يغلقون أفهاهم لا تكلمون إلا على مصر طيب يحتفلون بعيدة بمناسبة اجتماعية الليلة الجنادرية امتتاد لسوق عكاز كشئ طرس وهذا لا شيء فيه لأن حضرتك حيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله والمصالح معتبرة فيه دليل من أدلة التشارع الإسلامي اسمه المصلحة المرسلة اللي يتنظم مشروعية الاحتفال بالعيدين والمواسم والمناسبات ولكن المتسلفة لا يفقهود فهو أسهل حاجة عنده لك الرسول ما فعلش وعلى فكرة الثقافة الإسلامية وقعت بين شقين لعملة رديئة الشيعة والسلفي الشيعة يريدون تحنيط الإسلام تحت زعم آل البيت فعلوا والمتسلفة يزعمون والصحابة فعلوا أو لم يفعلوا يعني كأن الإسلام يدخل شرنقة ديقة أو إلى نفق مظلم الشيعة يروجون لآل البيت والمتسلفة يروجون للصحابة والرسول يرد ويكذب هؤلاء وهؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد للأمة دينها ولعلك تذكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ناد به السيد الرئيس عفتاح السيس وحفظه الله بتجديد الخطاب الديني لأن الحق لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق أنا أكررها تاني لا يعرف الحق بالرجال دي عظمة الإسلام ولكن يعرف الرجال بالحق فإذا التزموا بالحق يبقى حق لكن أنا لا أخذ الدين ولا التشريع عن مذهبيات أو عن عصبيات أو طائفيات لاحتفاء فقه المصرين بالإسراء والمعراج مشروع بالتحويل القبلة والنصف من الشعبان مشروع بالمولد النبوي المحمدي ومول السيد المسيح عليهما السلام مشروع لاحتفال بالهجرة النبوية مشروع كلها من المصالح المرسلة أيها المصريون حافظوا على وسطية الإسلام وثقافة الأزهر الشريف وإياكم والغلو الذي روج له المتسلفة من جانب والشيعة من جانب نسأل الله الهداية للجميع اشتركوا في القناة